اشتركوا في القناة ولكن اولا اذا انت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ بين يدي النص علي هاشم رشيد هو شاعر فلسطيني ولد في مدينة غزة عام 1919 ميلادي عمل في سلك التدريس ومن دواوينه الشعرية اغاني العودة وشموع على الدرب له عدد من القصائد والاناشيد الملحنة والمغنى صور الشاعر قصة تشرد الشعب الفلسطيني وما حل به بفعل النكبة في قصيدة الشريد التي اخذت منها هذه المقاطع الشعرية يعني هذه القصيدة مأخوذة من بعض المقاطع من قصيدات الشريد الشريد لعلي هاشم رشيد أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي عيش رحيب في رغد أي في سعادة وسعة العيش وهنائته وبه الحدائق والجبال الشم والمرج الخصيب الشم هي جمع كلمات أشم وتعني العالية الشامخة وبه الأماني العذاب وشمس عز لا تغيب إذن الشاعر في هذه الأبيات يستذكر وطنه الجميل فيخاطب الشاعر أخاه في الإنسانية فيقول لقد كان لي وطن حبيب إلى قلبي كنت أعيش فيه في هناء وسعادة وساعة من العيش حيث الحدائق والجبال الشامخة والمرج الخصيب الأخضر ولا أنسى الأماني الجميلة في وطني الذي يتصف بالعز والإباء الذين لا يغيبان عنه إذن الفكرة الرئيسية في هذه الأبيات أن الشاعر الفلسطيني يستذكر وطنه الجميل الأبيات السابقة للشاعر علي هاشم رشيد ويخاطب فيها أخاه في الإنسانية كيف كانت حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة كما تفهم من المقطع السابق طبعا قبل النكبة كان الشعب الفلسطيني يعيش حياة كريمة سعيدة وهانئة ويعيش في ساعة من العيش ما مظاهر الطبيعة الجميلة التي هي موجودة في وطن الشاعر الحدائق والجبال الشامخة والمرج الخصيب ما هو المرج الذي تشتهر به فلسطين هو مرج ابن عامر ويقع شمال فلسطين في أرض الجليل ما دلالة استخدام الشاعر للجمع في قوله الحدائق والجبال دلالة على كثرتها في فلسطين معنى كلمة رغد هي سعة العيش وهناءه رحيب بمعنى واسع الشم تعني أو هي جمع كلمة أشم وهي العالية الشامخة مضاد كلمة عز ذل مضاد الخصيب الجديب أو القاحط الخصيب عكسها القاحط مضاد تغيب تظهر به الأمان العذب الهاء في به تعود على أوطن الشاعر فلسطين يا أخي أسلوب نداء لا تغيب أسلوب نفي قد كنت أعيش أسلوب توكيد أداته قد مفرد الأماني الأمنية مفرد الحدائق الحديقة أشرح الصور في العبارات الآتية الأماني العذاب شبه الشاعر الأماني بالماء العذب شمس عز شبه الشاعر العز بالشمس التي لا تغيب على ماذا تدل العبارات شمس عز لا تغيب طبعا تدل على العز والمجد الكبير في ظل الأوطان وبه الحدائق والجبال الشم تدل على جمال فلسطين وعزتها أنا يا أخي الإنسان من حقي بأن أخذ الحياة حرا كما تحيا ويحيا الناس في ظل الإله في موطني ألقاك بالبشرى وتسعدني رباه وأبثك الحب الذي ما كنت أو ما كنت تعرف لي سوا أبثك الحب أي أظهر لك الحب إذن الفكرة الرئيسية في هذه الأبيات أن الفلسطيني وهو الشاعر مصر على الحياة الكريمة فيستمر الشاعر في خطابه لأخيه الإنسان حيث يؤكد أن من حقه العيش حياة كريمة آمنة ملؤها الحرية كما يعيش غيره من البشر في هذا العالم الذين يعيشون في ظل الإله الواحد ويخبر الشاعر أخاه الإنسان بأنه سيلقاه في موطنه بالأخبار الصارة حيث الربى الجميلة التي تسعد قلب الشاعر ناشرا بذلك حبه الخالص المعهود عنه إذن ما الحق الذي يريده الشاعر هو الحق في الحياة الكريمة كان الشاعر يحيا في وطنه حياة سعيدة هانئة ما يدل على ذلك من هذه الأبيات قوله في موطني ألقاك بالبشرى وتسعدني ربا وأبثك الحب الذي ما كنت تعرف لسواه فهو يتكلم مع الوطن معنى كلمة البشرى هي النبأ السعيد البشرى لما نبشر شخص ما يعني أنه نخبره بنبأ سعيد ربا بمعنى المرتفعات الرب هو معالية من الأرض أبثك الحب أي أظهره لك مضاد كلمة تسعدني تشقيني ومضاد الحب الكرة ما كنت تعرف لي سواه أسلوب قصر جمع كلمة حر أحرار جمع ظل ظلال جمع البشرى البشريات مفرد كلمة ربا ربوا تسعدني رباه أي شبه الشاعر الرباء بالإنسان الذي يسعد الشاعر تسعدني رباه فبالتالي شبه الرباء اللي هي عبارة عن التلال بالشيء الذي يسعد الشاعر أو الإنسان الذي يسعد الشاعر على ماذا تدل أو على ماذا يدل التعبير تسعدني رباه يدل على سعادة الشاعر الغامرة في كنف وطنه نأتي الآن إلى الأبيات الأخيرة صرنا بعيد العز والأمجاد ندعى لاجئين والبعض سمى شعبنا المظلومة شعب النازحين فمتى نسير إلى الرواب الخضري جمعا عائدين لنعود نصنع للحياة سنًا على مر السنين سنًا أي لمعانًا الفكرة الرئيسية في هذه الأبيات هو حال الفلسطيني بعد الهجرة وإصراره على العودة فيصف الشاعر حاله وحال الشعب الفلسطيني بعد النكبة فيقول أن الشعب الفلسطيني بعد أن كان عزيزا مكرما في وطنه أصبح مشردا يسمى لاجئا ونازحا ويعبر عن اشتياقه لوطنه فيتساءل عن موعد عودته إلى رواب وطنه الجميل ليعود الجمال والبهاء والسرور واللمعان لحياته من جديد في أي عام حدثت النكبة وتهجير الفلسطينيين في عام 1948 معنى كلمة عائدين راجعين سنًا أي لمعانًا مضاد كلمة العز الذل مضاد كلمة المظلوم المنصف أو المنصف متى نسير إلى الرواب الخضري جمعًا عائدين أسلوب استفهام نصنع للحياة سنًا على مر السنين ما الجمال في العبارة السابقة شبه الشاعر الضوء بالشيء المادي الذي يصنع فمتى نسير إلى الرواب الخضري جمعًا عائدين على ما تدل العبارة السابقة تدل على شوق الشاعر الشديد للعودة إلى وطنه فلسطين مفرد كلمات الروابه الرابية مفرد كلمات الخضر الخضراء مفرد كلمات لاجئين مفرد كلمات السنين السنة مفرد كلمات الأمجاد المجد جمع كلمة الحياة الحيوات أو الحيوان كلمة الحياة تجمع على جمعين الحيوات والحيوان العلاقة بين كلمة لاجئين ونازحين علاقة ترادف نأتي الآن إلى حل أسئلة الدرس ما الفكرة التي يتناولها النص الشعري؟ وصف حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة ووصف معاناته وتشريده بعد النكبة نصف حال فلسطين قبيل النكبة كما ورد في المقطع الأول كان الفلسطيني قبل النكبة يعيش في وطنه في سعادة وهناء زي ما إحنا ابن عرف ثلاثة تناول المقطع الثاني حقا من حقوق الإنسان نوضح ذلك تضمن حقا من حقوق الإنسان وهو الحرية فمن حق الإنسان أن يعيش حياته حرا وأن لا يكون مستعبدا ويتنقل في بلاده وخارجها حسب رغبته ويعبر عن آرائه بشكل حر نشرح المقطع الثالث شرحا وافيا يقول الشاعر أن الشعب الفلسطيني بعد أن كان مكرما عزيزا في وطنه أصبح مشردا يسمى لاجئا ويتساءل عن موعد عودته لوطنه وعودة الجمال والبهاء لحياته ما الذي يتمنىه الشاعر في نهاية النص يتمنى العودة إلى وطنه ما قيمة الجمع بين العز والأمجاد هي التأكيد على أن فلسطين كانت بلاد عز وأمجاد قبل احتلالها ورد في النص كلمة الإنسان واللاجئين من المقصود بهما؟ الإنسان هو الأخ في الإنسانية بشكل عام من أبناء الدول التي تتمتع باستقلالها إضافة إلى الأخ العربي بوجه خاص اللاجئين هم الفلسطينيون نوظف كلمتي أو جمع كلمتي المرج وموطن في جملتين من إنشائنا المروج شقائق النعمان تزين المروج الخضراء مواطن يبحث المعلم عن مواطن الضعف لدى الطلبة ويعالجها نوضح جمال التصوير فيما يأتي وتسعدني رباه صور الرباه بشيء حي يسعد الشاعر أبثك الحب شبه الشاعر الحب بالبرنامج الذي يذاء عبر المذياء ويباث أصدقاء العزاء هيك بنكون ينتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة